رئيس الوزراء الأفخم أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة الكرام أرحب بكم في هذا اللقاء التواصلي المخصص لإعلان مصفوفة مراحل التعافي من جائحة كورونا إن المصفوفة تمثل وثيقة إجرائية تحدد مراحل إغلاق وفتح الكطاعات والمرافق والأنشطة وإجراءات الحظر والحركة وكيفية إدارتها وهي قضايا ذات أثر جوهري على المواطنين والمقيمين وحياتهم اليومية إعلان هذه الوثيقة للرأي العام هو التزام تعهدت به الحكومة في إطار نهج الشفافية والانفتاح وتوفير معايير وأسس معلنة وواضحة تمكن الدولة والمجتمع من إدارة عمليات الاستجابة والتعامل والتكيف مع الوباء وجهود التعافي إن إدارة أزمة كورونا وتبعاتها شكلت تحدياً لجميع دول العالم والأردن لم يكن استثناء فهي جائحة معقدة الأبعاد تتطلب إجراءات وحلولاً تتقاطع مسؤولية تنفيذها مع عدة جهات ضمن منظومة عمل الدولة وقد شكل النموذج الأردني لإدارة الأزمة والمستند لرؤية جلالة الملك حفظه الله وتوجيهاته السامية بأن تكون الإجراءات سريعة واستباقية ومنسقة بين مختلف الأجهزة التنفيذية حالة إيجابية تسجل بشهادة الكثيرين فقد كنا في الحكومة والقوات المسلحة الباسلة الجيش العربي وسائر الأجهزة الأمنية والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وبرئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ومتابعة حثيثة من جلالة سيدنا حفظه الله على مستوى عال من التنسيق وتوزيع المسؤوليات والأدوار بتناغم وتكامل فلكم جميعاً جزيل الشكر والتقدير على هذه الجهود الكبيرة والشكر أيضاً لقائد خلية الأزمة ومدير عملياتها ولكل العاملين فيها والشكر موصول للجنود الذين عملوا خلف الكويس في مختلف مؤسسات الدولة أيضاً كما نقدر عالياً الدور الكبير للمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ونسج الشكر لسمو رئيسه ولنائبه ولجميع كوادره الذين عملوا بجد وإخلاص كبير خلال هذه المرحلة إن لقاءنا اليوم بحضور هذا الطيف من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني يعبر أيضاً عن نهج التكاملية والتشاركية في التصدي لهذه الجائحة كما وجهنا جلال السيدنا حفظه الله وهو النهج ذاته الذي سنستمر عليه في إدارة عملية إعادة تشغيل الكطاعات والأنشطة بروح التعاون والمسؤولية المشتركة فهذه التجربة الوطنية غير المسبوقة أثبتت بالفعل أن شرط النجاح هو الالتزام التزامنا جميعاً كل في موقعه